افضل خمس هواتف في الفئلة اقتصادية اقل من 250 دولار السلام انا عبدالله عباس و لاتس جو في المعتابلولة عندنا جهاز Galaxy A14 الجهاز يأتي بمعالج MediaTek G80 و شاشة LCD بمعدل تحديد 90 هرتس وايضا ثلاث كاميرات خلفية الكاميرا العيسية بدقة 50 ميجا بيكسل و كاميرتين بدقة 2 ميجا بيكسل والكاميرا الامامية 13 ميجا بيكسل و يأتي ببطارية 5000 ميلا امبير و سعر الجهاز حاليا هو 140 دولار في المعتابة الثانية جهاز Poco X5 الجهاز يأتي بمعالج Snapdragon 695 و أيضا شاشة Super AMOLED بمعدل تحديد 120 هرتس الجهاز قوي في الألعاب مقارنة بفئته السعرية و يأتي الجهاز بثلاث كاميرات خلفية الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بيكسل و الكاميرا الامامية 13 ميجا بيكسل و يأتي بقوة بطارية 5000 ميلي امبير و سعر الجهاز حاليا هو 230 دولار و في المركز الثالث عدنا جهاز ريلمي C55 الجهاز يعتبر أول هاتف من ريلمي يدعم الديناميك آيلند و أيضا مع استخدام معالج ميديا تيك و شاشة IPS بمعدل تحديث 90 هرتس و كاميرا خلفية 64 ميجا بيكسل و كاميرا امامية 8 ميجا بيكسل و بقوة بطارية 5000 ميلي امبير و سرعة شحن 33 واط و سعر الجهاز حاليا هو 160 دولار طبعا سعر الجهاز مقارنة بالمواصفات يعتبر مشروع ناجح إذا كنتم ناوين تشترونه و في المعتبر الرابع جهاز Galaxy A23 طبعا هذا الجهاز يأتي حتى يكمل مسيرة النجاح اللي حققتها Galaxy A22 الجهاز يأتي بمعالج سنام دراغون 680 و أيضا بشاشة LCD بمعدل تحديث 90 هرتس و 4 كاميرات خلفية الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل و الكاميرا الامامية 8 ميجا بيكسل و بقوة بطارية 5000 ميلي امبير و سعر الجهاز حاليا هو 200 دولار و في المركز الأخير قدنا جهاز هونير اكس 8 أي الجهاز يأتي بمعالج ميدياتيك G88 و شاشة IPS بمعدل تحديث 90 هرتس و كاميرا خلفية بدقة 100 ميجا بيكسل و كاميرا امامية بدقة 16 ميجا بيكسل الجهاز يأتي ببطارية 4500 ميلي امبير و سرعة شحن 22.5 واط و سعر الجهاز حاليا هو 200 دولار أتمنى استفاديته من الشرح لا تنسون تشترككم بالقناة و تفعلون زر الجرس حتى يسألكم كل ما هو جديد و في معن الله